اهلا بكم مشاهدين الكرام الى قضية اليوم نفتح في هذا اليوم لث الاضرابات والاعتصامات التي دبت بين العمال في العديد من المصانع والشركات المصرية في اعقاب تردي الاوضاع الاقتصادية بعد انقلاب الثالث من يوليو حيث اكد بعض الخبراء ان الانقلاب تسبب في تراجع كبير للاقتصاد بعد فرض حظر التجول وحالة اطوارئ التي اثرت بدورها على خطوط الانتاج في المصانع التي كانت تعمل بثلاث ورديات ثم اصبح تعمل بوردية واحدة فقط لضافة الى قيم بعض اصحاب المصانع بمعاقبة العمال الذين يتظاهرون ويعتصمون للمطالبة بتحسين رواتبهم واوضاعهم المعيشية من ناحية اخرى اشارت التقارير الصادرة عن مرصد الشرق الاوسط الى ان الاقتصاد المصري تكبد خسائر فادحة تقدر باكثر من 120 مليار جنيه منذ الانقلاب العسكري حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام يسعدنا ان نتلقى اتصالاتكم وارائكم عبر الارقام التي تظهر اتباعا على شاشتنا ونشير مشاهدين الكرام الى ان هذه الصور تأتينا من محيط جامعة السيوت حيث واقعت اشتباكات هناك بين قوات الامن والطلاب المتظاهرين اسفرت عن وقوع اصابات بالخرطوش بين صفوف الطلاب وايضا الصورة على الجانب الاخر تأتينا من محيط وزارة الدفاع ايضا وقعت اشتباكات في محيط وزارة الدفاع خلال مظاهرة نظمها طلاب جامعة عين شمس في محيط وزارة الدفاع اذا مشاهدين الكرام يسعدنا تلقي اتصالاتكم حول الاضرابات والاعتصامات في صفوف العمال في العديد من المصانع والشركات المصرية معنا استاذة الاء من المنصورة تفضلي استاذة الاء تفضلي طيب استاذ محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام اولا اشكر جبيرة على المجهود المبدول والاحترافات الشديدة بالفعل الاخبار والمقل الرأي والرأي الاخر هو دا المنتظر من القناة دا الجديرة بغض النظر طبعا الاعلام اللي حاب نشوفه كل يوم وطبعا يشوه الصورة يستطيع فشى الى رأي واحد فيما يتعلق بالموضوع للصحابات العمالية هو طبيع مع الانتلاب اللي حاصل يحصل الانهيار في كافة النواحي سواء الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية ما يخص الاختصادية بالذات يكفي ان احنا بنسمع البيانات الشهرية للبنك المساعدة انخفاض الاحتياط النحدي كل شهر مليار بغض النظر ان احنا دايما بنسمع من الحكومة ان هما وصل لهم 20 مليار او 15 مليار كمساعدات اول ما تيجي بتختفي ومش معروف كين مصيرها نعم وبالثالث احنا من نتعامل مع انقلاب هو متقدر يتعامل مع البلد وفي نفس الوقت هو مش عارف يعني يعني هو مش عارف ينجي نفسه ازاي نعم شكرا جزيرة لك استاذ محمد وضحت الفكرة معنا الان استاذ محمد من السعودية فضل مرحب السلام عليكم وعليكم السلام والله انا يعني تحية لشبك الجزيرة مش بس الجزيرة مباشر ما احنا من صبنا في الجزيرة حتى بلنا ان شاهد حتى الرياضي الأسفال والله يا ربنا يكلمكم جزيك خير فأنا بس كنت عايز اقول يعني اودي في السالة اعليك بس احبريك بس على كلمة صويرة امت للمصيريين واذكر الناس بمشهد قاله هو زمان ايام البرنامج انه كان خايف انه كان خايف بقول ان انا بحب مرافض احب تلبس بصير وانا بحب بشرة بخمرة فيبدو هو كان مزود عيار شوية وشارب لما قال اللي هم تلتمد واحد من الكلام الفلغ بالنسبة للاضربات العملية اظن والله اعلم العامل المسترم اللي بيبص بصها طويلة شوية اكيد لازم نضرب لازم لانه مستقبل اولاده يعني هو شايف هيفضل زيه والعامل يفضل عامل زي ما الزين دهاله والغافير الغافير والابن مستشار مستشار فأولادهم ما لهمش امل يعني لكن اللي عايز افضل لكو البس فيه خلاص زي ما هو يشتغل وشوف اكل عيشه خلاص الدوام اللي بقالنا فيها سكتين سالة بس يبص شوف اكل عيشك وما تقولتش لايه حاجة تاني هو ده الهدى الصبر منه فاللي خايف على مستقبل اولاده وعادي عايشة كريمة يعني له والاولاده لازم نضرب الآن يعني معنا الآن أستاذ محمد من جدة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام الله عليكم نلخص سلامي بعد إذن حضرتك في كلمتين احنا عدنا فرحانين برافط الهجان وجمع الشوان واسرائيز سايبانة فرحان الكلام ده هيجا علينا يوم هيقولوا ان احنا كلنا مجندين السيسي والثويرة والناس اللي شايفانوا فقدنا الاتصال على ما يبدو بأستاذ محمد من جدة معنا أستاذ عبيرة فضالي حالو فضالي السلام عليكم عليكم السلام ازاي خبرتك اهلا بك اتفضالي أستاذ عبير انا اولا طبعا بشكر قناة الجزيرة علشان هي اللي كانت منبر في 25 يناير واللي هنجحت الثورة وللوقتي مرض ان شاء الله هي اللي هتنجح ثورة 25 يناير 2014 بالنسبة للإدراض بتاعي لعمل والله انا عايز اقول لك يعني كرا رأيي وما تضعليش مني شايفين نراكز على الحاجات دي وبنسبة للسويرس انا عايز يعملها حرب اهلية بين المسلمين والمسيحينين ان شاء الله مش هينولها لان انا مسلمة ومؤيدة لدكتور مرسي ولو جاري مسيحي هحافظ عليه قبل ما يحافظ عليه المسيحي اللي زيه فان شاء الله مش هينولها بإذن الله ومش يقدر يحافظ أستاذ عبير شكرا جزيلا لك معنا الآن أستاذ أحمد من الجيزة الفضل السلام عليكم عليكم السلام أولا بنشتر قناة الجزيرة يعني على الاحترافية الموجودة وده طبعا عهدلة بيت ان شاء الله احنا بس عايزين نأكد على حاجة اللي نقلات دولات بيحتضر وده بيأكده كلام شيرس كلام اللي قاله اللي هو اللي قاله اول انباهي لان ده كلام بيأكد فعالات او منظرة على وشهة وكلام ده وكلام رجوع بفعل اللي هو حاس بيه لان اقول لك انا عايزين نغل بيشوف مصالحنا طبعا انا مصالح متقتصر على الاموال والفلوس لكن مش يهموا حال البلد ولا يهموا زي الارداء والحرية اللي احنا مارسناها طول السنة دكتور مرسي زينا تموش أستاذ أحمد فقدنا الاتصال عما يبدو بأستاذ أحمد من الجيزة معنا الان أستاذ وليد من الرياض تفضل أستاذ وليد وعليكم السلام تفضل السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا أستاذ وليد أولا بشكور أستاذ وليد من الرياض سلام عليكم وعليكم السلام أستاذ منتصر لو تسمعني من الهاتف رجاءت تمام تمام أولا بشكور حضرينتك وبشكور قناة الهزيرة بالنسبة لإضرابات العمالية الحديثة الآن في مصر أولا من العمال الجزء أصيل ولا يتجزى من نسيج الشعب المصري طاله ما طاله من الظلم والدموية والسرقة نعم معنا الآن أستاذ أبو سيف من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام تفضل رجاءت لو تسمعني من الهاتف عفل تحية كريمة بكل كرم للجزيرة والميديا وإعلامها المتحد حضر الرافي يبقل الحاجة لا يستطيع مقاشر للناس كلها يعني رؤية توتو صورة اللي تشوفش من الغطان يبقى أعمى اللي بيقولوا الحاجة الثانية حدث هل يستطيع العمال حصول على مطالبهم وحققهم من خلال هذه الإضرابات والاعتصامات التي ينظمونها سيدة الفاضلة العمال لم يحصلوا على حقوقهم منذ فجر التاريخ إلى الآن فكيف سيحصلون عليها من هذه السلطة الإنقلابية التي أعلم وأعلم إثلاتها وفشلها رئيس الزراء متى نفسه أو كثير مليك التوريسة لما قال بخلال الثلاث شهور الأخيرة من سلطة الإنقلاب تم التحويل إلى البنوك التوريكية بأرصدها خاصة 64 مليار دولار فكيف سيحصلون عليها هم ليجدون ما يسلقونها فكيف يجدون ما يعطونه للآخرين هذه السلطة لا ترى إلا نفسها هذه سلطة عمياء للآخرين لا تسمع لا ترى لا تتكلم وهذا الإنقلاب لابد من تحرك إن شاءه أم أبو ولكن ولكن هي تحية فقط الشعب المصري الذي بدأ أن يستفيق فقط بدأ أن يستفيق الآن بعد حرف دومة وأحمد ماهر وأحمد عادل والنشاطاء السياسين الذين كنا على خلاف معهم أيام خكم الدكتور مورتي الذي كان على الخكم أيضا خلاف ولكن قد اتفق الشعب المصري الآن بدأ يستفيق ولكن يعني المكاء على اللبن المخصوب لا يبدو ولا يثمر لنا الآن ولكن هي لحظة اتفاقة للشعب المصري ليعلم ليعلموا جميعا وجميع المصريين ليعلموا أن هذا هو انقلاب دموي كامل الأركان لا بد من محاربته وليعلم وليعلم الانقلابيون أيضا أن جنوب إفريقيا عندما حدث فيها انقلاب على السلطة أو البيضة على السلطة عمله أكثر من ١٢ دستور في ١١ سنة فلن يكو لن تكون المهلة معنا هي سنة أو يوم أو اثنين هي الحرية ثمنها قالة فلا بد أن يعلموا أن الأمر مستمر والأمر سيستمر والأمر بنا سيطول ونحن نعلم ذلك جيدا فهي حرب على حرية وأقسم بالله العظيم أننا بس إخوانيا ولست مؤيدا للإخوان ولكن هي الحقيقة تقال وأقولها أخيراً عفواً سيبة إن كنت قلت عليك في هذا الأمر إن لو كان ما يحكمنا بدل الدكتور مركي في هذه الفترة الماضية هو كان رئيس مسيحي أو لبرالي أو من أي حذ أو من أي جماعة أخرى غير إسلامية حتى لو مسيحية كنت سأقف معه لأنها وقتها مع الديمقراطية حيثت وقتها مع شخص بعيد هو محمد مرثي هو رمض رعى ديمقراطية شعر شكراً جزيلا لك شكراً جزيلا لك شكراً جزيلا لك على المشاركة أستاذ محمد معنا الآن أستاذ إسلام أو الطالب إسلام من جامعة أسيوت أو محيطها ليطلعنا على تطورات المشهد هناك إسلام الوضع لديكم حضرتك النهاردة طلاب ضد الإنخلاب في جامعة أسيوت كانوا عاملين مفاجهة النهاردة للتخلية كبيرة خالص النهاردة من يوم فضل رابعة بالتحديد ما تعملتش مسيرة كبيرة في أسيوت النهاردة طلاب ضد الإنخلاب عملوا مسيرة كبيرة في الجامعة وبعد كده خرجوا في مكان برا عملوا مسيرة كبيرة الأهالي بدأت تنضم لهم المسيرة كانت كبيرة خالص والحمد لله الدخلية حقق ضد المسيرة في شارع الجمهورية ما قدرتش طبعا والطلاب كانوا خمضين ووافين كانوا الطلاب متفقين على مكان تاني يتقابلوا فيه توجهوا له وكملوا المسيرة بنفس العدد إسلام هل أنت طالب أم متظاهر عادي لا حضرت أنا طالب أنا طالب من جامعة أسيوت طيب ماذا عن مشهد في محيط جامعتكم؟ في الجامعة دلوقتي طلاب دخلوا الجامعة وهم اللي ختموا فعاليتهم بنفسهم ومتحبتش النهاردة عفوا إسلام لم أسمعك ذكات دخلتم الجامعة أم لا؟ سأقول لحضرت مسيرة الطلاب دلوقتي دلوقتي ادخل في الجامعة رجع في الجامعة وطلاب دلوقتي انتفقوا أن هم هينهوا الفعالية بتاعت النهاردة والحمد لله الدخلية ما يدربش إنها تفض المسيرة خالص المسيرة بينهوها تطلبوا دلوقتي بنفسهم طبعا زي ما قالتوا حضرتك المسيرة أصبعنا فيها احنا كطلاب خارج أسيوط وعملنا مسيرة جدا نفخة شارع أسيوط نضم لها عدد من المتظاهرين وعدد من المواطنين أسيوط والشباب أول مرة تطلع مسيرة بالحجم ده وتنشي الشارع أسيوط من يوم قصة ربعة طيب إسلام وفقا لزملائك هناك إصابات بالخارطوش هل لديك أحصائية لعدادها؟ أيوة حزيزك احنا صابوا بالضبط حداشر واحد بالخارطوش منهم واحد صابته خطيرة الخارطوش جي في كل وشه وفي عينه والحالة لقلناها المستشفى خاصة لأن المستشفى الجامعي هنا الطالب اللي بيلوه مطاب بيتسلموه للشوف تسلموا اثنين قبل كده كانوا صابين في أحد الثعاليات بتاعتنا هنا في الجامعة ويتسلمشوا هم على الكريف المستشفى الجامعي ويتسلمش المستشفى الجامعي رفضت خص لتقبل طلاب المصابين فإحنا المعارضة الطالب المصاب حاولنا بمجهودنا كطلاب الشباب بتقول طلاب امتياج صفر وآخر ثلاث صفر كانوا على جمعوا يعني شرك حاجات صبية حيث انهم يحاولوا يسعبوا في حالات قدرت عفوها بسيطة وفي حالات حاولنا نوديهم المستشفى خاصة لشان يبدووا يتعاملوا معهم نعم شكرا جزيلا لك اسلام كنت معنا من محيط جامعة السيوت وانا قلت لنا صورة المشهد هناك معنا الآن أستاذ علي من الجيزة تفضل السلام عليكم أستاذ علي أثر الإضرابات والاعتصامات العملية على المشهد السياسي في مصر الآن إيه برأيك؟ حضرتك دي حاجة مطيبة جدا لهجم الانقلاب بس أنا عادي أودح بس أكلت السيدة المقترم نجيب سويرة جعيم الفكنة التقاسية في مصر طيب طيب اسمح لي بس أتحفظ على يعني أنه توجه نقد لحد بعينه بهذه الطريقة أنا لا أعتقد أن أحترم كل الاحترام رغم أنه ختمه هو دعيم يعني السيدة التقاسية هو بس قالت عبد الدكتور محمد مرسي طيب انتقد كلامه بهدوء من حقك تنتقد لكن بهدوء أنا لا أسئلة لا انت كده الآن صنفته أو وضعته في قالب الماء يعني ما ليش أنا أتحفظ على هذا والجملة الثانية برده هو قحف قريب جدا في أنه طيب خلينا نركز في موضوعنا من فضلك في الإضرابات والاعتصامات خلينا نركز في الإضرابات والاعتصامات العملية فينا السلاح الذي سيهدم الإنسلاب إن شاء الله بإذن الله ونحن يدد فتا جميع رموزين الدكتور محمد مرسي هذا هو رأي الشعب المفرح حقيقة والله والله ما فيه ده يخلو من تأييد الدكتور محمد مرسي وكل ما يقول إنه هو باطل شكرا يا أستاذ علمي الجيزة معنا الآن أستاذ محمد من استراليا صدر أستاذ أحمد من المطارية تشوف الحق وتمشي عليه وتاني حاجة الطلبة اللي تستقل والناس الشرفاء الدكترة والبتاع ده فقدنا الاتصال على ما يبدو بأستاذ أحمد إذن مشاهدين الكرام ما زلنا نتلاقى اتصالاتكم حول الإضرابات والاعتصامات التي دبت بين العمال في العديد من المصانع والشركات المصرية تقارير صادرة عن مرصد الشرق الأوسط تقول بأن الاقتصاد المصري تكبت خسائر فادحة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه منذ الانقلاب العسكري معنا الآن عبد الرحمن من سوهاجة فضل فضل أنا من طلاب الأظهر الشريف وأحيي ثمود الشعب المصري وأقول له مقولة قالها جمال الدين الأفغاني أن تصمد الأمة في جهادها لأخذ الحق ساعة خير لها من الحياة في الذل إلى قيام الساعة وشكرا أنتم مضربون الآن عن الانتحانات يا عبد الرحمن ليس كذلك؟ نحن أنا طالب في الثانوية الأظهرية في الثالث أنت طالب بالأظهر لكن ما زلت بالمرحلة الثانوية بالمرحلة الثانوية نعم الاضراب هو خاص بالجامعة شكرا جزيلا لك عبد الرحمن من سوهاج معنا الآن إبراهيم من السعودية تفضل هذه الصور تأتينا مشاهدين الكرام منذ قليل لمظاهرة أو مسيرة في مدينة الزقزيق بمحافظة الشرقية والصورة على الجانب الآخر من محيط جامعة السيوت وهي منذ قليل أيضا وكانت اشتباكات قد واقعت في محيط جامعة السيوت بين قوات الأمن التي منعت بدورها الطلاب من دخول جامعتهم وأطلقت عليهم الخرطوش ما أسفر عن مقوعة من الإصابات وفقا للطلاب المتواجدين في محيط الجامعة معنا الآن زينب من المينيا زينب ازاي بتشوفي الاضرابات والاعتصامات العملية يبدو هناك مشكلة في الاتصال مع زينب معنا عبد المقصود السيد عبد المقصود تفضل وعليكم السلام والله اللي يرضى ربنا ما يعملوش العسكري في مصر العسكري والإعلام والقضاء كل ملتق في سبب استورة مبواطن الدنيا يعني عايزين البلد تستخر عايزين البلد تهدف مش عايزين نتدخر في مشاكل ومجرح أرض أهلية ومشاكل معنا نعم شكرا يا أستاذ عبد المقصود وصلت الفكرة معنا الآن أستاذ إسلام من الإسكندرية تفضل وعليكم سلام والله يا فندم اسمحوني لو أشارك بس في الموضوع النهاردة في نقطتين كنت عاوز أتكلم فيهم النقطة الأولانية هو التصريح اللي قاله نجيب سويرس ممول الإنقلاب العسكري الادامي للحاصف في مصر وعاوز أقول له يعني يا ما ناس حاولوا قبلك قبل كده في الواقع بين الشعب المصري وفشلوا من أول الاحتلال البريطاني لحد الرئيس السلاة لما عمل أحداث دول حمراء لحد الرئيس المخلوع محمد حسن مبارك لما عمل انفجار كدنيه في قديساين فزين يقولوا كده بالبلد عندنا في مصر روح العبيدية شعاط فيها إن شاء الله ربنا لن يمكنك إن الشعب المصري أذكى وأوعى من كده بكتير جدا وإن في ثورة 19 يعني بحزه بيقولوا إنه خانوا التعبير يعني لم يكن يقصد التوصيل دايما المهندس سويرس دايما المهندس سويرس بيخنوا التعبير قبل كده خانوا التعبير في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوقتي بيخنوا التعبير في يعني هو حاجة من الاتنين يعني لما أغذف لفظ ياه بل بيقع منه الكلام لا لا أتحفظ 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 دايما القاعدة بتقولك أول مرة بتكون صدفة تب تاني مرة برض صدفة ودايما في مواقف فاصلة يعني بسبب الكريكاتيري اللي هو كان نشره قبل كده عن النقاب وعن اللحية قامت الدنيا في مصر وحصل إلى حصل ودلوقتي وفي عز الوقت الملتهب ده برضو بيطلع تصريحه ولك والله أنا آسف يا جماعة ما كانتش أصدق أمر إمتى يبقى أصدق؟ يعني إذا لم تكن في المواقف الحسامة دي مش أصدق إمتى أصدق؟ يا سيدتي الفاضلة في سنة ثورة التسعة عشر لما جلح تلال البريطاني بيقول لسحاد زغلول باشا أن إحنا جين نحمل أقليات القبطية في مصر جاء الأنباء سيرجريوس وقال لهم لو كان العائق أمام استقلال مصر هم الطائفة القبطية أنا مستعد أموت الأقباط بمسدس هذا وأشهر مسدسه شكرا 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 أستاذ عبد المقصود الآن معنا أستاذ حسين تفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك أنا يعني الأستاذ ما جيب سورس الرجل المحترف اللي بيحرب المسلمين على المسيحيين ومسيحيين على المسلمين بطريق مباشر هو ليس موضوع الفقرة يا أستاذ حسين موضوعنا عن الإضرابات والأتصامات في الصفوف العمال اللي حصلة في حلوان دي دي مش غريبة على شعب حلوان يعني الإضراب اللي موجود حاليا في الحيوز قلب ده تم متواصل جدا من أول الامتلاب العسكري إن إحنا معرفين إن إحنا في حلوان الحمد لله مفيش حدث مع أخواني مفيش حدث مع سلفي حدث مع حزب النور مفيش حدث مع لبرالي مفيش حدث مع علماني في حدث مع شعب حلوان فإحنا الحمد للأول حدث معرضه محدش قادر علينا مثال إن إحنا كلنا إيد واحدة ولما يكون في حدث معهدات في مصر انسلادي وأول مرة يحصل في مصر إحنا نشاهده وطمات كده حلوان كلها لازم شكرا جزيلا لك أستاذ حسين من حلوان أستاذ جمال من الجيزة تفضل فقرنا الاتصال على ما يبدو إذا المشاهدين الكرام كما تتابعون هذه الصور تأتينا من الزقازيق في الشرقية لمسيرة مناهضة الإنقلاب معنا الآن أستاذ يوسف من قطر تفضل ممكن أشارك مع عدوزك تفضل هو اسم الموضوع اسم الحلقة الإضرابات والاعتصامات العملية رأي خبرتك فيها بالنسبة للإضرابات إحنا المفروض ما نستعج الحكومة الحالية ديها المفروض إحنا ما نسعج الحكومة الحالية في إنه هو لازم نعمل نعمل ضربات واعتصامات والكلامنا كله الثاني حالة بالنسبة للموضوع نجيب سورة اللي هو قالوا مبارح ده وطلع على شاشة التلفزيون وقالوا اسمعناه كلنا على شاشة التلفزيون وقعد قال على قناة بال مش عارف أنا قناة بالضبط بل إحنا اللي يعمل كلام اللي قاله نجيب سورة ده ده برضو المفروض ما كانش يقوله ده راجل يعني إحنا ما نقول عليه راجل وطني لكن هو راجل مش كوي هلو نعم شكرا جزيلا لك حتى نعطي المجال لآخر اتصال وهو أستاذ وائل من السعودية تفضل السلام أو فضل بإجاز شديد أنا بحاية كناة الجزيرة على كل المجيز الكبير ذاته وبحاية الشعب المصري كله الشعب المصري بكله سواء أكباط ضد الانكلاب أو أو قال أول جماعة الأظهر حينما أقول الشعب المصري أنما فصل في المقانون هذا المقانون سوف هذه أصبحته في ذلك المقانون لديك أولاnych في ح박 المق Buix الأخبار north يوما يجب أننا نعف agedواء أو نوما نعيش حتى في العراق المهم من الإنقلاب العسكري وبحي شعب المنية كله وبحي عائلة حكمين كلها ضد الانكلاب كان عندي ولاد عامي ولاد عامي كله محتقالين خمسة محتقالين كل واحد دفع خمس تلاف وخرين بسر الانكلاب العسكري وبحي الشعب المنية كله وأشكر قناة الجزيرة وأشكر قناة الجزيرة وربنا جزيك وكل خير شكرا أستاذ وائل من السعودية إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام حلقة قضية اليوم لهذا اليوم شكرا على تفاعلكم ومتابعتكم لليقاء شكرا على المشاهدة